بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن العاية وتأهيل المعاقين حيث قررت بحث إعداد تقرير بشأنه تمهيدا لرفعه لمكتب المجلس لإدراجه ضمن جدول أعمال إحدى جلسات المجلس القادمة يهدف التعديل إلى زيادة المنحة المخصصة للمعاق شهريا بما لا يقل عن 150 دينارا مقارنة بما هو معمول به حاليا والذي يحدد المنحة المخصصة عند 100 دينار فقط تعديل المقترح على هذا القانون بأن لا يقل الراتب المخصص لذوي الإعاقة عن 150 دينار ولكن نظرا للتوافق الذي تم بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية خلال إقرار الموازنة العامة ارتأت اللجنة أن تعيد صياغة هذه المادة وفق الرؤية المشتركة بين السلطتين أما من ناحية وزارة الصحة فطبعا يقومون بوضع المعايير والأسس والضوابط التي تحدد الإعاقة ونوعها ودرجتها وعلى أساسها أن يتم صرف الزيادة